على كل هذا الموضوع أسعد بمناقشته رفقة ضيفين من الوكالة السيد راشيد رداف مدير الاتصال بالوكالة الوطنية للوساطة والذبط العقاري مرحبا بك سيدي مرحبا بك ومدير وشؤون القانونية بالوكالة الوطنية للوساطة والذبط العقاري باديس جندوز مرحبا بك سيدي شكرا على الاشتلاف أشكرك وأكيد أن حديثنا سيتمحور كل حول النزاعات التي تقوم الوكالة بمعالجتها واحدة بواحدة ولكن قبل أن نصل إلى النزاعات يعني هذه الوكالة التي فتحت أبوابها سنة 2008 اليوم دورها يبرز أكثر من أي وقت مضى كنا نشاهد قبل قليل معرض الإنتاج الوطني نشاهد هذه الحركية الكبرى هذا المنعرج الذي يأخذه الاقتصاد الوطني هذه الحاجة المسى إلى المستثمرين إلى الأموال إلى اليد العامل المؤهلة إلى الشباب وإلى العقار الصناعي الوكالة اليوم كما ذكرت دورها بارز أكثر من أي وقت مضى منذ 2008 يعني تاريخ افتتاحها إلى الآن ما هو الدور المنطبها سيد ردف شكرا لك على التلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة الكريمة الوكالة الوطنية الوسطة وضبط العقار هي وكالة حكومية قررت السلطات والحكومة الجزائرية إنشاءها من أجل وضع حد لمشكلة العقار الصناعي الذي يعاني منه الاقتصاد والذي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني بصفة عامة الوكالة الوطنية الوسطة وضبط العقاري كما سبق وانت فضلت وانشئت سنة 2007 وبدأت نشاطها الفعلي في عام 2008 ومن أجل تغطية كافة ولايات التراب الوطني عكفت الوكالة على إنشاء مديريات جهوية وعددها عشر وكالات جهوية من أجل تغطية كافة ولايات التراب الوطني وكذا كان إدراج منذ مجلس المزراء الذي كان نعقيده في 22 في فريسنة 2011 قررت السلطات العموبية والحكومة الجزائرية أن توكل إلى الوكالة الوطنية وضبط العقاري إنشاء البرنامج الوطني للمناطق الصناعية الجديدة قبل أن نتطرق إلى هذا البرنامج اللي ممكن أن نتطرق إليه خلال الحصة الوكالة مهامها تلحصر في شقين مهام خدمة عمومية ومهام تجارية فيما يخص مهام الخدمة العمومية أهم شيء هو رصد سوق العقار من خلال إنجاز دراسات حول جدول أسعار العقار وحول وفرة العقار الصناعي على المستوى الوطني فيما يخص المهام التجارية هناك مهمة الوساطة العقارية وهناك مهمة الترقية العقارية بصفة عامة وسنتطرق إلى هذه النقاط واحدة بواحدة سيدي طيب مدام أن العقار الصناعي دائما في حركية مستمرة بين منح بين استرجاع بين النزاعات العقارية التي يفقه فيها السيد جندوز يعني المستحيل أن تكون لنا أرقام نهائية عن عدد المناطق الصناعية مثلا عن مساحة الأراضي الصالحة لأن تمنحها كعقار صناعي لأن حتى قرارات السادة والجمهورية وكل المعنيين بالعمل في العقار الصناعي لا يستطيعون منحنا أرقاما نهائية ولكن مع ذلك أطلب منكما خاصة من مدير الشؤون القانونية إن كانت معه أرقام حول بعض الإحصائيات التي تخص حركية العقار الصناعي في الجزائر بالنسبة إلى حركية العقار الصناعي في الجزائر الحكومة برفقة الولاد قد باشرت في الأولى الأخيرة عملية إحصاء دقيق وشامل لجميع القطع أو الأوعية العقارية الممنوحة لفائدة المستثمرين بمختلف الأجهزة القانونية من أجل معرفة الرقم الحقيقي لعدد القطع أو الأوعية العقارية غير المستقلة حتى يتم إعادة منحها لفائدة مستثمرين يبحثون عن إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وفي هذا الإطار عملية الإحصاء تمس سواء مناطق الصناعية أو مناطق النشاطات كذلك تمس الأصول العقارية المتبقية أو الفائدة الناتجة عن مؤسسات العمومية المحلة خاصة التي تمت في سنة التسعينيات وكذلك بالنسبة إلى مختلف العقارات والعقارية الممنوحة في إطار منح الامتياز سواء قبل صدور الأمر 0804 أو بعد صدور الأمر 0804 العملية جارية هل من أرقام لحد الآن؟ الآن الأرقام لا يمكن إعطاء رقم محدد طالما أن العملية لم تنتهي بعد ولكن أؤكد لك أن العملية ستتهي على المدى المنظور إن شاء الله إن شاء الله طيب سيد رداف لما نتكلم عن مهام تخص الخدمة العمومية وأخرى تجارية والمهام التجارية ترتفع أو ترتقي مقارنة بأمور أخرى ماذا نعني بالوساطة العقارية والترقية العقارية؟ لأن كثيرا ما يكون فيه خلط لا هي المهام واضحة يعني المهام التجارية الوساطة العقارية التوسط بين الملكي العقارات الخواص والعموميين مهما كان مركزهم القانوني مع المستثمرين الذين يبحثون عن الحصول أو الوروج إلى العقار الصناعي هذا فيما يخص مسألة الوساطة العقارية أمام مسألة الترقية العقارية نظام القانوني خول لنا مهمة تهيئة كل الأراضي التي يمكن أن يكون عليها نشاط صناعي يعني هذا هو الفرق فيما يخص المهام التجارية فيما يخص المهام الخدمة العمومية هذه مهمة جدا يعني ممكن أن نوضحها أكثر يعني هي رصد سوق العقار أهلا بكم من جديد مشاهدنا بالعودة إلى السيديو الظاهرة أعيد تذكير موضوع اليوم وهو العقار الصناعي بين أهدف مخططات تنمية الاقتصادية وعرق لها ضيفي بلالستيديو من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارية راشيد رداف مدير الاتصال وباديس كندوز مدير الشؤون القانونية كنا بصدد الحديث عن المهام المنطبة بالوكالة وتوقفنا عند مهام الخدمة العمومية سيد رداف تفضلت بالحديث عن مهمة وضع بنك معلومات يحصي العرض العقاري الوطني هذه واضحة ولكن بيود أن نتعرف على استحداث مرصد سوق العقار الاقتصادي ما هو وما هي مهامه نعم هي على مستوى الوكالة هناك مديرية خاصة مديرية رصد العقار الصناعي يعني هي من بين المهام الأساسية المنطبة بالوكالة رصد العقار الصناعي يعني كل عام كل سنة على مستوى الوكالة هناك إصدار لجداول أسعار العقار الاقتصادي يعني عندنا إطارات بالوكالة مهمتهم هي الحصول على المعلومات على مستوى كل مديرية الجهوية للوكالة من أجل وضع جداول بصفة عامة ولا متوسط الأسعار تالعقار الصناعي وأيضا تقارير ظرفية بحركية العقار الاقتصادي يعني ما هي عدد العقارات الممنوحة ما هي عدد الملفات المقبولة عدد الملفات المرفوضة سبب قبول الملفات من أجل تشديع المستثمر على ذلك سبب رفض هذه الملفات على مستوى من أجل رفع هذه المعويقات لما تخليش المستثمرين يحصلوا على العقار وهناك أيضا دراسات خاصة بالعقار الصناعي بصفة عامة يعني ستون ديركسيون اسموها ديريسون لوبسيرفاتوار يعني مديرية ترصد تحركات سوق العقار الصناعي بالجزائر إذن مثل ما هي ترصد حركية العقار مديرية شؤون القانونية ترصد النزاعات كذلك وما أكثرها وما هي متنوعة سيد جندوز ما هي أبرز النزاعات الواردة بشأن العقار الصناعي الذي يكثر عليه الطلب اليوم والسلطات العمومية تلح على توفير هذه القيمة الحقيقية لتمكين من خلق الثروة على المستوى المحلي أول شيء قبل تطرق إلى الإجابة على سؤال سؤال لك يمكن إضافة نقاط أخرى فيما يتعلق بمهام الوكالة تعقيبا على ما قاله الزميل أولا فيما تقبل المرصد العقاري المرصد العقاري هو عبارة عن جدول يتضمن مختلف العقارات ذات الطابعة السنعة على كافة ولاية التوراب الوطني سواء في الشمال أو الهضابة أو الجنوب الجنوب الكبير يتضمن معلومات حول هذا العقار سواء فيما يتعلق بالمساحة أو فيما يتعلق بالأسعار المعلومات تقوم تقوم الوكالة بجلب هذه المعلومات عن طريق سواء مصالح عملك الدولة عن طريق الوكالات العقارية بالولايات حتى على مستوى الموثقين ثم تقوم بنشر هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للوكالة فيما يتعلق كذلك بالوساطة الوساطة هي من المهام التجارية للوكالة وهي جهاز قانوني مهم جدا لأنه يتضمن أي أن الوكالة تكون وسيط ما بين أصحاب الأوعية العقارية أو أصحاب الأراضي سواء خواص أو عموميين وما بين المستثمرين الذين يريدون أنجاز أو استعاب مشاريعهم الاستثمارية بالرجع إلى سؤالك يمكن القول أن الحكومة برفقة الولايات فيما تعلق بالنزاعات العقارية الحكومة برفقة ولاية الجمهورية وفي إطار الإحصائيات التي ستقوم بها في مجال عدم استغلال الأراضي الممنوحة للمستثمرين ستباشر إجراءات قانونية حتى تصل إلى حد المتابعة القضائية لماذا؟ لأن الدولة ومن خلال انخفاض أسعار النفط توجد استراتيجية جديدة تتضمن التنمية الاقتصادية قبل الوصول إلى الاستراتيجية سيدي بيود أن نتعرف على مختلف النزاعات التي تعالجونها على مستوى الوكالة النزاعات التي تعالج على مستوى الوكالة بمعية الوزارة الوصية ووزارة صناعة والمناجم هي أن كل مستثمر لا يلتزم بدفتر شروط ولا يلتزم بالبنود التعاقدية فيما يتعلق بالقطع الأرضية الممنوحة له لإنجاز مشاريع استثمارية ستكون هناك متابعة قضائية وإلى حد الساعة لا يمكن إعطاء رقم حقيقي ورقم مضبوط على اعتبار أن العملية الآن رانا في نهاية سنة وهي جالية وسيتم الإنتهاء منها عند 31 ديسمبر إن شاء الله طيب كانت فيها إلحاح من قبل السلطات العمومية على استرجاع العقار غير المستغل كيف تباشرون هذه العملية سيدي؟ أجبتك من قبل أن العملية الآن نرى على مستوى إحصاء العقارات غير المستغلة عند الانتهاء كليا من هذه العملية سيتم فرز هذه الوضعية أولا بالنسبة لبعض المستثمرين الذين يقومون بتسوية وضعيتهم فهنا لا إشكال أما بالنسبة للمستثميرين الذين لا يلتزمون بما جاء في العقود الاستثمار فإن الوكالة ستباشر الإجراءات سواء إجراءات الاستعقاقات المالية أو إجراءات المتابعة القضائية من أجل نزع هذه القطع الأرضية ومنحها لفائدة مستثمرين منتجين وهذا ما يساعد حتما في عملية استحداث المناطق الصناعية وهنا فيه استراتيجية سيد رداف مسطرة للنهوض واسترجاع بعض يعني ما هي معالم هذه الاستراتيجية؟ استراتيجية هي استراتيجية الدولة الجزائرية هي داخلها في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد عبدالزيز بوتفليقة الذي كان أعلن عليه سنة 2011 من خلال استحداث برنامج وطني للمناطق الصناعية الجديدة الهدف منه هو وضع حد لمشكل العقار الصناعي اللي يعاني منه المستثمرين لأنه نعرف باللي الاستثمار بصفة عامة يعاني من المشكلين هو مشكلة تمويل ومشكلة العقار مشكلة تمويل دولة وضعت له الأجهزة اللازمة بمسبلها فيما يخص العقار الصناعي استحداث هذا البرنامج هو برنامج المناطق الصناعية الجديدة اللي من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة على المستوى المحلي خارج قطاع المحروقات يعني هو اللي يعتبر برنامج اللي يجي بعد قطاع المحروقات في البداية كان عدد المناطق في البرنامج هو 30 منطقة صناعية يرتفع العدد إلى 50 منطقة صناعية حسب الطلبات المحلية لسادة السادة الولاد موزعة تقريبا على حوالي 40 ولاية على المستوى الوطني بمساحة إجمالية تقارب 12 ألف هكتار يعني تهي 12 ألف هكتار لا نظن كاين بلد على مستوى منطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ممكن تحوز على هذه المساحة التي ستهيئ لفائدة المستثمرين في البداية السلطات العمومية في الاستراتيجية تعدول الجزائرية أعطيت للوكالة الوطنية إنجاز كل هذه المناطق الصناعية الوكالة قامت بكل إجراءات خاصة فيما يخص الدراسات دراسات الجدوات دراسات التهيئة على المناطق الصناعية هل مين تسهيلات سيد جندوز؟ نعم بجزبا للتسهيلات تسهيلات حصول على العقار الصناعي توجد تسهيلات مهمة إضافة إلى تخفيضات أو امتيازات من بينها عملية منح العقار الصناعي يتم عن طرق منح الامتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين هذا من جهة عملية تحييل الأسعار عملية تحييل الأسعار الملح تتم كل إحداث سنة من طرف مصر الحملك الدولة في إطار تقييم تجاري للوعاء العقاري مع وجود تخفيضات هذه التخفيضات تمس بالنسبة للشمال تخفيض قدره 90% خلال فترة الإنجاز أي لمدة ثلاث سنوات يتبعه تخفيض لمدة 50% هذا في الشمال يتبعه تخفيض لمدة 50% لمدة ثلاث سنوات فترة الاستغلال بالنسبة إلى الهضاب العليا والجنوب وللعلم أن الدولة الآن دائما نظرها متجه نحو الهضاب العليا والجنوب الأتوى الإيجارية السنوية للعقار السناعي في الهضاب العليا والجنوب واحد دينار للمتر المربع مدة عرص سنوات نعم الجنوب الكبير واحد دينار جزائري للمتر المربع خلال مدة 15 سنة هذه التسهيلات مهمة ومهمة جدا لفئة المستثمر الجزائري فعلا سادة الكرام ما هي المعايير المعتمدة لتوزيع عقار السناعي على أي مستثمر وما هي بحكم ديرايتكم وقربكم من الميدان ما هي الصعوبة التي تواجه أي مستثمر عندما يريد الحصول على عقار السناعي قبل أن ننترك الزؤال كبير برك توضيح فقط أنه في المجلس الوطني الاستثمار الأخير تم إسناد من أجل في إطار سياسة المركزية إنجاز المشاريع هذه المشاريع أغلبيتها الآن تحت إشراف السادة والجمهورية السادة والولاد الآن مشرفون على إنجاز هذه المناطق الصناعية ما عدا المناطق الصناعية اللي بدأت المشاريع فيها راهي دايما تحت وصاية الوكالة باش نبدأ في الفكرة اللي انطلقتي فيها أغلبية هذه المناطق الصناعية موجودة على مستوى الطريق السيار شرق غرب وعلى مستوى الطريق الاجتنابي الطريق السيار للهضاب العليا يعني في إطار يعني دولة الجزائر حبة تعطي مردودية أكثر لهذه الإنجازات يعني حتى يسهل أولا على المستثمرين الولوج إلى هذه المناطق الصناعية هناك منجزة على مستوى الطريق السيار الشرق غرب لتسهل حصول لتسهل أولا الولوج إليها تسهل حصول على مختلف أي شيء يحتاج المستثمر غاز كهرباء يعني هذه كلها موجودة في هذه المناطق نعم ماذا عن المعايير نعم تفضل سيد جندوز بالنسبة للمشاكل التي كانت تواجه المستثمرين نحن نعلم أن المستثمرين عند إداع طلب استثمار على مستوى الولاية يوجه إلى لجنة ولاية تسمى الكالبيراث هذه اللجنة في البداية تتضمن 25 عضو بمعنى أن كل عضو يجب أن يقدم رأيه التقني أو الفني أو القانوني نعم وهذا ما يتطلب وقت طويل الدولة وفي إطار الاستراتيجية الجديدة للتنمية الاقتصادية ألغت هذا الجهاز القانون الذي هو الكالبيراث سنة 2015 بموجب قانون المالية التكميل سنة 2015 الجهاز الجديد هو كل مستثمر يودع طلب مشروع استثماري أو طلب الحصول على قطعات لإنجاز مشروع استثماري يودع لدى مديرات الصناعة والمناجب مديرات الصناعة والمناجب تقوم بالديرست الملف بالتنسيق مع المديرية المعنية بمعنى مشروع سياحي الملف يودع لدى مديرات الصناعة والسياحة 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 التقليدية بالولاية ديرست الملف ثم يرفع إلى السيد الولي الذي يصدر قرار الترخيص بمنح الامتياز لفائدة المستثمر بمعنى أن سواء من حيث طريقة الدراسة أو من حيث مدة أو أجال دراسة هذه الملف تقلصت جدا وهذا شيء إيجابي لفائدة المستثمرين نقطة مهمة جدا إضافة أو تعقبا على ما قاله الزميل فيما يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية الخمسين نحن نعرف أن السلطات العمومية اعتمدت برنامج وطني تضمن خمسين منطقة صناعية كلفت بها الوكالة في بداية الأمر الوكالة قامت بجميع الدراسات عند وصول إلى مرحلة الإنجاز السلطات العمومية في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنمية الاقتصادية للبلد قامت بمنح الوليات صلاحية 43 منطقة صناعية والإبقاء على سبع مناطق صناعية لفائدة الوكالة على اعتبار أن هذه السبع مناطق الصناعية قد أبرمت بها صفقات الإنجاز وبالتالي فإن الحكومة أرادت تطبيق مبدأ اللامركزية وهذا مهم جدا لفائدة المستثمرين لا سيما المستثمرين المحليين نعم وكذلك في طلق ضاء على البيروقراطية بشكل تدريجي على كل موضوع العقار الصناعي موضوع كبير جدا ولا تساعدنا 25 دقيقة ورئيس تحرير يقول لي بقى الدقيقتين يعني أود أن نتحدث عن الجانب الاتصالي للوكالة هل من مناشر هل من وعاء يحوي كم الهم من المعلومات التي تعد بنك معطياتهم جدا لأي متعامل الاقتصادي ولأي مهتم بالسوق الجزائرية هو الملف قطاع مهم جدا بسبب لنا الوكالة هناك مديرية خاصة بالاتصال عن مستوى الوكالة تستعمل كل الوسائل المتاحة بسبب لنا من أجل إصال المعلومة أول للمستثمر والكافة المهتمين بقطاع العقار الصناعي هناك موقع إلكتروني يقدر يوجد فيه كل المعلومات طريقة الحصول على العقار بنك المعلومات الموقع الإلكتروني سيدي الموقع الإلكتروني نلقوا فيه كل المعلومات نلقوا فيه المرصد البنك المعلومات على العقار نلقوا فيه طريقة الحصول على العقار نلقوا فيه البرنامج الوطني الحضائر الصناعية والمنطقة الصناعية كل منطقة صناعية بإحصائيتها بمعلوماتها بالمساحة التاحة بالمكان الذي تواجد فيه أيضا نستعمل هناك مجلة تخرج أربع مرات في السنة يعني كل فصل عندنا مجلة انتناولوا فيها مواضيع اقتصادية تهم المستثمر وانتناولوا فيه مواضيع ذات صلة بالعقار الصناعي يعني المهمة على الاتصال بنسبة لنا مهمة جدا لأنه أغلبية المستثمرين يشكيوا من نقص المعلومة هنحاولوا من خلال التواصل معهم على كافة الولايات يعني بتنظيمنا لندوات جهوية وتم في الكثير من المناسبات تم التركيز والدعوة إلى استحداث خارطة اقتصادية تحتوي على كل المعلومات بما فيها معلومات العقار الصناعي سادة الكرام كان بودي أن نواصل حديثنا الذي لم يكتمل متأكدة ستكون لنا الفرصة ربما للحديث عن هذا الموضوع الهم جدا في أعداد مقبلة من أخبار الظاهرة أشكر لكم الحضور وكل هذه المعلومات شكرا لكم شكرا لكم